موسيقى السلام عليكم مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية للعدوان الإسرائيلية الجديد على ضاحية بيروت الجنوبية حيث زف حزب الله القائد الجهادية الكبير إبراهيم عقيل شهيدا على طريق القدس بعد التحاقه بموكب من سبقه من القادة الشهداء الكبار عدوان أسفر كذلك عن ارتقاء أكثر من 14 شهيدا حتى الآن وإصابة العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة قابلتها المقاومة بتكثيف العمليات على طول الحدود مع فلسطين محتلة شملت استهدافة مقر الاستخبارات الرئيس في المنطقة الشمالية المسؤولة عن اغتيالات في قاعدة ميشار إضافة إلى مراكز قيادية وقواعد الدفاع الجوي الإسرائيلي في رسالة واضحة تعكس ثبات النهج والرؤية والتمسك بخيار إسناد غزة والدفاع عن لبنان مهما بلغت التضحيات مشاهدين في هذه التغطية ينضم إلينا مراسل الميادين من بيروت علي الأحمر وكذلك من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان من رمالة أستاذ معمر عربي مدير عام مركز وطن للدراسات وأبحاث المستقبل أحييكم جميعا ضيوفي ومشاهدين إذا انزفت المقاومة الإسلامية في لبنان القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل الحاج عبدالقادر المقاومة قالت في بيان لها أن القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل التحق بموكب إخوته من القادة الشوذاء الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات والانتصارات وأضاف البيان أن المقاومة تقدم اليوم أحد قادتها الكبار شهيدا على طريق القدس وتعاهد روحه الطاهرة على أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر أتحول إلى ضيوف إذا كان زميلنا علي الأحمر من بيروت معي لان من الضاحية الجنوبية آخر التحديثات علي حول ما جرى اليوم وكذلك إذا كان هناك أي معلومات بيانات وتصريحات جديدة على طريق القدس سحمد عقيل وما هو كوكب يعني هنا ما هو من الضم إلى الزهداء الذين أرسلوا في العادة الإسرائيلي على الضحية الجنوبية لأرجوك علي الصوت لا يصل بشكل جيد وسأعود إليك بعد قليل مشاهدين حزب الله نشر نبذة عن القائد الجهادية الشهيد إبراهيم محمد عقيل الحاج عبد القادر أكد فيها أنه من الجيل المؤسس للعمل الإسلامي في بيروت ومن قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات تولى الشهيد القائد مسؤولية التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات ولعب دورا أساسيا في تطوير القدرات البشرية في تشكيلات المقاومة فيما تولى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلامية منتصف التسعينيات ومسؤولية وحدة عمليات جبل عامل منذ عام 1997 وحتى ما بعد التحرير وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة الشهيد أسس ركن العمليات في المقاومة الإسلامية وبدأ من العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام لشؤون العمليات وعوين عضوا في المجلس الجهادي هو من قادة التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وأشرف على تأسيس وتطويره وقيادة قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية حتى تاريخ استشهاده كان من القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا أدار العمليات ضد جماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي القصير والقلمون وبقية المناطق السورية وأكد حزب الله أن الشهيدة خطط وأشرف على قيادة العمليات العسكرية لقوة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى أتحول مباشرة إلى ضيوفي أستاذ معمر عرابي حياك الله سأبدأ معك من هذا التطور إسرائيل بهذه الأعمال وبهذه الاغتيالات هل ترى نفسها بأنها تعوض عن عدم القدرة على فتح معركة شاملة مع لبنان؟ هل هذا هو شكل الحرب الجديدة؟ شكل الحرب الذي يناسب ظروف إسرائيل في هذه الفترة؟ يعني بداية لا شك أن خسارة المقاومة كبيرة في استشهاد الحاج عقيل ولكن ما تقوم به إسرائيل هو تغيير كبير ومباشر في قواعد الاشتباك التي عهدناها منذ بداية 7 أكتوبر الإسرائيلي بعد عام تقريبا من الفشل الذرية في قطاع غزة في القضاء المقاومة وما حققه في غزة سوى القتل والذبح للشعب الفلسطيني هو يبحث عن صورة انتصار لذلك اليوم كان هناك تدخيم كبير بأن من تم استهدافهم كان اجتماعا من أجل هم من قاموا بالتحضير ل7 أكتوبر جديد في الحدود اللبنانية وأن قوات الردوان هي قوات النخبة وهذا التدخيم الكبير رغم خسارة الخسارة الفادحة للمقاومة طبعا هي ما يبحث عنه نتنياهو والكيان لتقديم أي صورة نصر لهذا الجمهور الإسرائيل الذي سئم الوعود التي قام بها نتنياهو وغيره منذ البداية أننا سنقضي على المقاومة في غزة وأننا سنعيد السكان وسنعيد السكان المستوطنين إلى مستوطناتهم هذه الوعود الكاذبة والوهم الذي باعه نتنياهو لجمهور الإسرائيلي وعودة مختططي والآخر هو قرر أن يغير كواعد الاجتباك مستفيدا من المناخ الدولي مستفيدا من حالة الحل الانتقالي التي تمر بها أمريكا من حيث أن هذه الإدارة الأمريكية هي إدارة ذاهبة الآن بعد 45 يوما ربما لن تعود ولكن هي في مرحلة حرجة يستفيد من هذا المناخ الدولي والإقليمي والصمت العربي والتآمر العربي إن إنجاز التعبير لتغيير قواعد الاجتباك والضغط لاعتقاده أن أكثر ما يكلف نتنياهو الإسرائيلي هذا الربط العضوي ما بين جبهة لبنان وجبهة غزة هو لا يريد هذا الربط العضوي لأنه يدرك أن أي ربط عضوي ما بين الجبهة اللبنانية وما يحدث في غزة هذا هو التحدي الاستراتيجي الكبير لدولة الكيان لذلك يعتقد نتنياهو وفريقه أن مجرد الضغط على المقاومة وربما فهم خطأا من تصريحات السيد نصر الله الأمس أن السيد نصر الله يعتقد أن الوقت غير مؤاتي لحرب شاملة ولفتح حرب مع إسرائيل وأن هناك ضغط داخلية لبنانية عليه لذلك اعتقد أنه يذهب بهذا تدحرج وهذا التغيير في قواعد الاجتباك لاعتقاده أن الضغط على المقاومة ربما تساعده في فك هذا الارتباط العضوي ولكن عبر عنه نصر الله بالأمس بشكل واضح واليوم أنه لا مناص من هذا الارتباط العضوي لأوقف النار في غزة نوكف النار غير ذلك يعتبر هذا كلام للاستهلاك هذا هو التحدي الاستراتيجي الكبير الذي يمر به نتنيانو وفريفي طيب أرحب هنا في السوديو بالأستاذ خليل نصر على الكاتب والمحلل السياسي تحدثنا وأعلن حزب الله كما أشهرنا في بداية هذه التغطية في بيانات منفصلة عن الشهداء القادة التأثير في بنية حزب الله العسكرية بعد هذا الغياب شكرا لك أستاذ كمال لغاية المشاهدين أولا عندي تعليق على البيان اللي صدر على المقاومة أنه كان بيان ناعي فقط للشهيد إبراهيم السيد عبدالقادر وهذا لم يكن هناك أي عبارة تتعلق بموضوع الرد ومساء الأخرى والعقاب وهذا أيضا أمر له دلالاته لما هو آثم بطبيعة الحال المسألة الثانية بما يتعلق ببنية المقاومة ولعل هذا السؤال مشروع اليوم الجميع يسأل عن هذه النقطة بالتحديد طول مسير المقاومة في لبنان وحتى في فلسطين لكن نتحدث عن لبنان الآن صحيح تكون الخسارة دائما بشخص القائد هذا الأمر صحيح لكن عمل المقاومة هو عمل منظومة متكاملة وليس عملا فرديا وهذا سواء فيما يتعلق بالبعد الديني اللي له علاقة بالأبعاد الدينية والعقائدية المسألة الثانية على قاعدة وأمركم شورى بينكم يعني ما يتم تحصيله هو للكل وبالتالي مسألة الضرب بالبنية أو إحداث خلل بالبنية أو بالقيادة والسيثرة لدى المقاومة هذا الأمر لم يحصل في الماضي حتى يحصل الآن مؤشر بالأيام اللي نحن نعيشها بعد الهجوم اللي حصل يوم الثلاثاء وتبعه أيضا من الهجوم يوم الأربعاء طيب هذا من المفترض أمام هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحة ونحن نتحدث عن ضربة بالاتصالات إن صح التعبير بجزء من منظومة الاتصالات هذا المقاومة كان من المفترض هذا الأمر أن يؤثر في عمل المقاومة في الجنوب كيف كان المشهد هذا اليوم كانت كامل شمال فلسطين المحتلة القطاع الغربي القطاع الشرقي أيضا في العمق الجولان إلى عمق 20 أو النعو 20 كيلومتر بفلسطين المحتلة عرضة لرميات صاروخية وصلت إلى حد المائتي صاروخ باعتراف الإسرائيليين هذه النقطة الثانية ضرب الأهداف طبعا نتحدث عن ضرب أهداف هذا الأمر تقاريره قيادة وقيادة تعطي أوامر ويقوم المقاومون بما يجب أن يقوموا به هذا مؤشر على أن القيادة والسيطرة جيدة بالتالي ما سب البنية هذا أمر سؤال آخر وتحدي آخر أيضا ترح في الساعات الماضية أستاذ خليل وهو التحدي الأمني واضح أن هناك خرقا أمنيا لم تحدد طبيعته حتى الآن يعني موضوع البيجر والاتصالات تجري التحقيقات فيه كثير من عمليات الاغتيال حتى هذه اللحظة حزب الله أمام سؤال كيف يستطيع العدو تحديد الأهداف بهذه الدقة وبهذه السرعة لأننا متابعة الإعلام الإسرائيلي أن هيرتسي هاليفي قال له حصلنا على معلومة لنتنياهو ونريد المصادقة الفورية صادقة فورا فاتجهوا إلى الهدف لكن واضح أن الإسرائيليين المعلومة وصلتهم ليس من يعني قبل التنفيذ بفترة قصيرة أولا هذا اللي سرد والإعلام الإسرائيلي يشبه تماما السرد لإلو علاقة بموضوع البيجر بأنهم علموا بأن اثنين من حزب الله اكتشفوا السر فقاموا بتفجيره هذه سخافة يعني هذه محاولة تميع الأمور لا أولا حزب الله لا يتعرض فقط إلى هجوم استخباري إسرائيلي في عندك الإسرائيلي وعندك الأمريكيين يعملون على مدى عقود من الزمن وحصل أن سبق تم توقيف أشخاص يعملون لصالح السياي يعني هذا الأمر ليس غريبا اثنين بالمحسوس مثلا أو أدلة عندما حصلت ما يسمى بين هلين ضربة استباقية بـ 25 أب البيان البنتاجون ماذا قال قال نحن قدمنا معلومات استخبارية وصور جوية لإسرائيل ولكن لم نشارك في الضربات إذن هذا مؤشر فقط على جهد معين إلى علاقة بالاستخبارات الأمريكية طيب الاستخبارات البريطانية لا يعتقد بأنها صديقة لحزب الله لا في سوريا باعتبار هي تركزت عملها هنا ضد ولا في لبنان ولا أماكن أخرى أيضا أجزة استخبارات غربية أخرى تعمل في لبنان وفي سوريا وفي مناطق أخرى في مواجهة حزب الله تحديدا ونضيف إليهم أجزة استخبارات عربية وهي تتقاطع معلوماتها مع الإسرائيليين وفي العديد من الشواهد يمكن أن يعود إليها البعض عن توقفات لتحصل في الإمارات العربية المتحدة من الذي يجلس ويحقق مع الناس كيف يكون هناك مساد ويكون هناك من ما يسمى الأمن الوطني الإماراتي على أي حال هذه بس أنا أعطي هذا النموذج لأقول بأن المقاومة عرضة لكل هذه الأجهزة الاستخبارات وهي تعرف هذه المسألة فعندما يحصل خلق بطبيعة الحال ربما تعلم به لاحقا ربما هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالنسبة للمقاومة لكن من المؤكد أن هناك جهد استخباري كبير جدا يقومون به أنا شخصيا لا استبعاد العامل البشري لا يمكن استبعاد العامل البشري مهما بلغت التكنولوجيا مداها الإسرائيليون والأمريكيون وكل هذه الأجهزة تحتاج إلى العامل البشري لكن حزب الله بحاجة الآن إلى سد هذه الثغرات بشكل سريع هلا بمنسبة للمقاومة أعود أقول أيضا ليست المرة الأولى عندك مثلا عملية أسر الشيخ عبد الكريم عبيد عملية أيضا أسر الحاج الديراني كل هذه العمليات كائنة دائما تتم ويكون هناك مثلا خارق بمكان معين يعمل على معالجته لكن هل هذا الخارق يؤثر على بنية المقامة وعمل المقاومة الأيام ستبين أنه كلا وفي الصابق تبين أنه كلا والمسألة الأخرى والأهم لو كان الإسرائيليون والأمريكيون يعلمون بكامل قدرات المقاومة وكامل يعني تموضعاتها وسلاحها وبعض أمورها لماذا ينتظرون كل هذه السماوات لكي نصل إلى هذه المرحلة ولا كانوا شنوا الحرب صحيح زميلنا منذر سليمان من واشنطن حياك الله البنتاجون قبل قليل كثيرا سنتحدث عن البنتاجون في هذه الطغطية لكن البنتاجون قبل قليل ينقل بأن أوستن لويد أوستن وزير الدفاع لم يكن على علم بهذا العدوان أو هذه الضربة كما يسمونها في بيروت هذا تكرر في موضوع البيجر لكن عموما منذر التصريحات الأمريكية سواء البيت الأبيض بنتاجون متحدث باسم كلهم تقريبا خلال من يوم الثلاثاء إلى اليوم لا نعلم لا ندري لم نخبر سنجمع المعلومات سنتأكد يعني صاروا في المنطقة مثل شاهد ما شفش حاجة نعم وهذا ينقلنا إلى موضوع النقاش المستدام حول الموقف الأمريكي وكأننا كل يوم نكتشف اكتشافا جديدا حول الدور الأمريكي ونغرق في بعض التفاصيل دون أن يتم إنهاء هذه النقطة وهذا الملف والاعتبار أن الموقف الأمريكي ضوابط وواضحة صحيح أنهم لا يرغبون في توسيع نطاق الحرب لأنها بالنهاية سيكون خطر فعلي على وجود الكيان الإسرائيلي وخطر على المصالح الأمريكية ولكن ما خالى ذلك كل التكتيكات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وأيضا علينا أن نبدأ بتغيير نمط تفكيرنا بحصر المسألة بنتنياهو أن هناك حكومة للعدو حكومة الإسرائيلية أن هناك سلطة الاحتلال كلها هي التي تدير المسألة يعني صحيح أن يمكن أن يكون اجتهادات داخلية وهذا صحيح وخلافات داخلية ولكن من الواضح أنه عندما نغرق في هذه المسألة كما نغرق في موضوع أن الإدارة الأمريكية خلال فترة الانتخابات لا ترغب في أن يكون الحرب السؤال الجوهري هل أن إدارة بايدن استطاعت أو فعلت أو عملت بما تملك من أدوات لمنع التصعيد يعني هي تقول منذ فترة بأنها ترغب في الحل الدبلوماسي ترخرط في الوساطة ولكنها عندما يجري تجري عملية التصعيد ودائما من الكيان الإسرائيلي لا تدين هذه العملية لا تنتقدها هي دائما تغطي عليها وتقول نحن نحقق لنرغب في جمع المعلومات لم يكن لدينا علم في ذلك ولكن صحيح قد لا يكون علم بالتفاصيل ولكن حول يعني بعض الأمور ولكن بالتأكيد هي على معرفة تامة وخاصا فيما يتعلق في موضوع الاغتيالات موضوع الاغتيالات موضوع طويل ملف مشترك من قبل يعني الأجهزة الأمريكية والأجهزة الإسرائيلية وهناك تعاون تقني وتعاون بشري وغيره وأنا أود ذكر أنه بعد يعني اغتيال الشهيد عماد مغنية بسنوات كان هناك نوع من تسريبات إعلامية وكيف كان يتباهى الأمريكي بأنه هو الذي كان له الدور الأساسي في العملية بالتقديم الأمر اللوجستي بينما وليس الإسرائيلي وهناك أمور أخرى يعني حصل فيها نوع أيضا من تسريب معلومات حول من يعني لعب دورا أكتر يضافي لذلك لماذا دائما يتم وضع أن تم استهداف القادة الذين وضعت الولايات المتحدة جوائز على رؤوسهم لقتلهم يعني بما فيهم القائد إبراهيم عقيل لكي ويروج الإعلام قبل حتى التأكد من عملية الاغتيال يروج لهذه الأمور في الإعلام الأمريكي لكي يكون أن هذا قصاص أيضا مشترك قامت به يعني بين هلالين قصاص قامت فيه يعني إسرائيل وقامت به أيضا الولايات المتحدة بشكل مشترك وحتى أنه هذا يجب أن يلقى مباركة الولايات المتحدة حتى لو انزعجت من التوقيت أو من غير الولايات المتحدة إذن من الواضح أنه من الآن حتى نهاية الإدارة الحالية والانتخابات وانتهاء الإدارة لا يجب أن يكون هناك في الحساب أي عمل أمريكي يكبح الكيان الإسرائيلي من الإقدام على ما يقوم به وما يقوم به يتم القول الآن يعني من الواضح أنه التصريح الذي كنت أشرت إلى البنتاجون في اتصال هاتفي وهو يتصل يوميا تقريبا وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الحرب الإسرائيلي قال أنه يعني يتحدثون أنه قلق أوستن قلق بشأن التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله وضرورة أهمية التوصل إلى حل ديبلوماسي يمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود لنلاحظ هذه الجملة تتكرر بكل البيانات الأمريكية بكل التصريحات الأمريكية من الخارجية هو المشكلة منذر أن تكرار هذه المواقف أفقدها الأهمية وهذا يعني هز صورة التأثير الأمريكي إذا جاز للتعبير في مجرى الأحداث هل تعرف ماذا قال بايدن اليوم قال نعمل على صفقة لازلنا نعمل على صفقة لم تهتم أي وسيلة إعلام بما قاله بايدن ولم يعلق أي من المعلقين طوال اليوم على كلامه يعني واضح أنه فيه فقدان للتأثير بشكل ملموس أصبح أنا أود كملت ما كنت أود أن أوضح أيضا حول ما أقدم عليه بايدن خلال الاجتماع الوزارة الاجتماع الوزاري الذي لم يحصل في أمريكا لاجتماع المجلس الوزاري يعني برئاسة بايدن منذ حوالي عام تقريبا هذا الاجتماع النادر وربما سيكون الاجتماع الأخير للوزارة قبل الانتخابات وقبل تحول السلطة إن كان لهاريس أو لترامب أنا ودت من هذا الأمر يعني التأكيد على مسألة أنه يجب أن يتم إنهاء المراهنة على دور أمريكي مختلف دور أمريكي ليس منخرطا مغطيا مشاركا تسميه ما شئ متى يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة كما جرى بالعكس يعني خلال 2006 كانت الولايات المتحدة هي مصرة على استمرار الحرب وعندما وصل الإسرائيلي إلى العجز التام أنقذته بمحاولة إيجاد مخرج الآن لا يوجد لا يوجد موقف نستطيع أن نأخذه من هذه الإدارة إلا إذا كانت المصالح الأمريكية في المنطقة أضحط ليس فقط مسألة مستقبل الكيان الإسرائيلي وإمكانية انهياره إلى أنه أكثر من ذلك لذلك حتى الآن الموقف إن كان في الأمم المتحدة وإن كان على المستوى العام لا يزال الموقف الأمريكي أبعد من أن يمارس الضغط الضروري للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وأيضا عندما يوافق الأمريكي على أن الهدف للعمليات الإسرائيلية هو استعادة أو عودة المواطنين المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين إلى الشمال هل هذا يمكن أن يتحقق في يوم في يومين في أسبوع في أسبوعين في شهر في شهرين هذا أمر مفتوح لا يمكن تحقيقه بالعكس وبالتالي إذا كان نفس هدف تدمير المقاومة في غزة وهذا الهدف موافق عليها الولايات المتحدة موافق عليه إذن هذا يجب أن يدخل في الحسابات لما يجري في المنطقة على المستوى الشعبي على المستوى المقاتل المقاوم على المستوى الرسول واضح لكي يكون هناك أداة وإدارة للمعركة بطريقة مختلفة الفكرة واضحة بشكل كبير ووضحتها بشكل جيد أشكرك منذر وأرجو أن تبقى معنا زميلنا علي الأحمر جاهز الآن والصوت ممتاز على ما أعتقد علي تفضل نعم كمال مرحبا لك وليضيوفك الكرام بداية من الجدير بالذكر أن هناك تحليق مكثف لطيران الاستطاع الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت يمكن أن يؤدي أو أدى هذا الأمر إلى تأثير ما على شبكات الاتصالات بشكل عام بالنسبة إلى ما حدث يوم أمس نحن أمام كوكب من الشهداء ارتقوا نتيجة للعدوان الإسرائيلي الذي حدث يوم أمس من بعد ظهر يوم أمس على الضحية الجنوبية لبيروت من بينهم الشهيد القيادي الجهادي الكبير في حزب الله الشهيد إبراهيم محمد عقيل الذي نعاه حزب الله شهيدا على طريق القدس المقاومة الإسلامية في لبنان نعت أيضا الشهيد أحمد وهبي الذين ارتقيا أيضا خلال العدوان الإسرائيلي على الضحية الجنوبية لبيروت آخر تحديث قامت به وزارة الصحة اللبنانية تحدث عن ارتقاء 14 شهيدا من جراء هذا العدوان يضاف إليهم العشرات من الجرحة جلهم من الأطفال والنساء الذين يعني توافدوا إلى مستشفيات المنطقة هنا في الضحية الجنوبية لبيروت وأيضا في العاصمة بيروت احتشد فورا يعني فور حدوث هذا العدوان احتشد عدد كبير من المواطنين كانوا يحاولون مساعدة فرق الإنقاذ والدفاع المدني نتحدث عن الهيئة الصحية كشفت الرسالة الإسلامية إضافة إلى الصليب الأحمر وقوات الأمن إضافة إلى الجيش تواجدوا في موقع الحادث الجدير بالذكر أن عمال الإنقاذ أو أيضا هناك آليات هندسية تحاول أيضا حتى هذه اللحظة إزالة الركام والأنقاذ من المبنى المؤلف من ثماني طبقات وأيضا طبقتين من تحت الأرض الذي جرى استهدافه من بعد ظهر يوم أمس شهدنا أيضا عشرات الجرحة الذين توفدوا إلى المستشفيات العدوان حدث في ساعة تتشهد بشكل عام زحمة تسير أيضا ساعة تشهد عندما يعود الناس إلى منازلهم من أعمالهم حدث هذا العدوان في منطقة سكانية مأهولة بالسكان ومقتضة أيضا بالسكان فيها مساجد دور عبادة مستشفيات أيضا بطبيعة الأحوال منازل سكانية بالنسبة أيضا هذا الاعتداء يضاف إلى اعتداءين آخرين قام بهماء الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الذي قام باعتداء الكتروني إسرائيلي خلال هذين اليومين أيضا المستشفيات التي شهدت استقبال عدد كبير من الجرحة اليوم ومن الشهداء كانت على مدار هذا الأسبوع تستقبل أو استقبلت على مدار هذا الأسبوع عدد كبير من الجرحة نتيجة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي الذي حدث على مدار يومين عودة إليك كميرا علي الأحمر مراسل من بيروت أشكرك جزيل الشكر ومشاهدين الشهيد الثاني الذي نعته المقاومة في بيان منفصل القائد الشهيد أحمد محمود وهبي الحاج أبو حسين سمير وهذا القائد نشرت المقاومة نبذة عن الشهيد أحمد محمود وهبي هو من موليد العام 64 ورد في عدلون في جنوب لبنان التحق بصفوف المقاومة الإسلامية منذ تأسيسها وشارك في العديد من العمليات العسكرية ببان الاحتلال الإسرائيلي للبنان أيضا الشهيد أبو حسين سمير كان أسيرا من قبل العدو الإسرائيلي في العام 1984 وكان من القادة الميدانيين في كمين أنصاري النوعي في 97 هذا الكمين ضج في العالم العربي يومها تسللت فرقة إسرائيلية أو قوة إسرائيلية إلى أنصارية وتم اكتشافها وتمزيق الضباط والجنود فيها ويومها أهدت القوة بندقية لسيد نصر الله شغل العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة تدريب المركزي في العام 2007 تولى مسؤولية وحدة تدريب المركزي حتى العام 2014 أيضا الشهيد شارك في جبهة الإسناد اللبنانية منذ معركة الطفان الأقصى وحتى مطلع العام 2024 ليعاود تصديه لمسؤوليته وحدة تدريب المركزي بعد استشهاد الشهيد القائد الحاج وسام الطويل هذه نبذة عن الشهيد أحمد محمود وهبي الحاج أبو حسين سمير رحمة الله عليه أستاذ معمر عرابي أعود مرة أخرى إلى التطورات السياسية في ضوء ما جرى في بيروت خلال ثلاثة أيام الماضية مجلس الأمد الدولي عقد جلسة لمناقشة الأمر لكن لافت أستاذ معمر أن الجلسة المتابع لها والمداخلات فيها تم فيها جلد إسرائيل بكل معنى الكلمة يعني المندوبون المتناوبون على الكلمة بما فيها كلمة الأمام المتحدة نفسها يعني فيها نوع من الانتقاد الحاد وتوجيه المسؤولية لإسرائيل ودول طلبت جلب هؤلاء المرتكبين إلى المحاسبة من دوب الصين قال أنا مصدوم قبل ذلك روسيا دعت إلى محاكمة الفاعلين ولتحقيق دولي وإلى آخره ألا ترى سيد معمر أنه صار فيه نوع من المسافة بين دول العالم حتى الأوروبية منها بين المؤسسات الدولية المحكمة والجنائية وغيرها وبين إسرائيل يعني لا شك هذا واضح منذ سبعة أكتوبر وتم إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الغياب والنسيان والإهمال والتآمر الغربي والعربي على القضية الفلسطينية سبعة أكتوبر أعادة الاعتبار لهذه القضية وهذا ليس منعزل عن ما يجري في جبهة لبنان اليوم إسرائيل معزولة طبعا اليوم من يقف مع إسرائيل سوى أمريكا وبعض النظام الرسمي الأوروبي ولكن إذا تحدثنا عن كل دول العالم نحن نتحدثنا أكثر من 130 أو 40 دولي دائما هي في هذه القرارات تكون في حالة إنصاف للمقاومة الفلسطينية أو لضع تضعيات الشعب الفلسطيني لذلك إسرائيل تعاني من عزلة لا شك ولكن اليوم من يقف في جانب إسرائيل هي أمريكا بتأثيرها بحضورها الدولي بأوروبا لذلك حتى المعركة على الأرض ليس فقط من ناحية دبلوماسية كما ذكر الزملاء اليوم نحن نرى وما زلنا نرى سابقا أن الأمريكي هو شريك وفاعل وشريك استراتيجي وشريك أصيل مع الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ولكن هذه العزلة تزداد يوما بعد يوم لأن هذا أصبح النظام هذا النظام الرسمي الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي النظام فاشيك ذهب بعيدا في فاشيته من خلال القتل والذبح وهذا سؤال كبير أمام هذا العالم الحر وأما ليس فقط أمام روسيا والصين وإنما كونهم لاعبين أساسيين في هذا العالم الذي عانينا منه منذ سنوات طويلة بعد التفكك الاتحاد السوفيتي بأن هذا العالم ذو قطب واحد وهناك تراجع في القطبية الواحدة في هذا العالم لذلك نحن نشهد نشوء كيانات جديدة وقوة جديدة هي تعطل وتكون معيقة أمام هذا الوجود الأمريكي الأوحد الذي علينا منه على مدار ثلاثين عاما والدعم اللامحدود لدورة الكيان لذلك هناك تغير طبعا هناك تغير بالمعنى الاستراتيجي هناك تغير في المنظومة الدولية ولكن نحن لا نريد أن نبالغ نحن على مستوى إسرائيل أستاذ معمر على المستوى الإسرائيلي يعني أكيد في حالة من النشوة الآن في في إسرائيل على كل المستويات أنه في نجاح في نجاح حصل وفي إنجاز حصل لكن هنا نتحدث عن النجاحات عملياتية تكتيكية لكن في الاستراتيجي على المستوى الإسرائيلي كنت تتحدث عن بعض المسائل على المستوى الدولي لكن حتى على المستوى الإسرائيلي نفسه يعني في نهاية المطاف سيقولون لنتانياهو نريد أن نعود لم تعيد الناس إلى الشمال سيقولون له حماس موجودة سيقولون له لم تعيد لنا الأسرة يعني بالتأكيد بالمعنى الاستراتيجي لم يغير شيء المقاومة في غزة باقية المستوى الإسرائيلي لن يعودوا إلى بيتهم طالما هناك حرب في غزة هناك ربط عضوي ما بين جبهة لبنان وغزة وهذا أكثر ما يقول لك الإسرائيلي ولكن حتى لا نريد أن نبالغ نحن نعتقد أن هناك أسئلة كبيرة أمام حزب الله يجب أن يجيب عليها في حالة ما حصل في الأيام الثلاث الماضية لا شك أن هناك اختراق أمني هناك اختراق بشري يجب أن يجيب عليه حزب الله لجمهور المقاومة بصراحة لأننا تعودنا على صراحة حزب الله في هذا الموضوع التحدي الأكبر أمام حزب الله اليوم أن ما فرضه الإسرائيلي في الثلاث أيام الماضية أنه غير قليلا في توازن الرضع أو بل التفوق الذي قام به حزب الله في الأشهر الأخيرة من خلال الهدهد واحد واثنين وتلاتي وتغيير منظومة التوازن الرضع اليوم حزب الله والمقاومة اللبنانية مسائلة أمام جمهور المقاومة لأن ما قام به الإسرائيلي هو كان يحاول أن يهز الثقة لدى جمهور المقاومة بهذه المقاومة بقدراتها المقاومة نحن نعلم التحديات الكبيرة التي يواجه حزب الله اليوم حزب الله والمقاومة اللبنانية هم لا يقاتل إسرائيل وحدها وإنما هناك أجهزة استخداراتية عربي ودولية متكاتفة متكاملة تعمل ليل نهار على الأرض ونحن نعرف التفوق السبراني والتكنولوجي والمسألة ليس بسيطة ولكن هم حاولوا أن يقدموه أنهم يفقدوا الجمهور المقاومة الثقة قليلا بهذه المنظومة بهذه المقاومة لذلك اليوم توازن الرضع الذي تفوق به حزب الله في الأشهر الماضية لذلك هنا تشاؤل كبير لحزب الله حول هذا الرضع وكيف يترد حتى يعيد الثقة للجمهور المقاومة بهذه المقاومة التعليق أستاذ خالي على الموضوع المعنويات فقط لأنه أصلا هذا الموضوع مهم وأساسي وربما يكون أحد الأهداف الأساسية لما تقوم بإسرائيل في لبنان مقارنة رسيطة بين قبل خطاب السيد حاصل نصر الله مزاج الناس تغير أنه سيكون شفاف جدا وأيضا الآن سيكون شفاف جدا فيما يتعلق بما حصل وبالنسبة يعني للناس الكلمة من السيد حسن نصر الله هي كما يقال مصداق يعني أعتقد عندما يقول نحن بخير يعني نحن بخير هذا نتيجة التجربة عندي تعليق على نقطة مهمة فضل الشهيد إبراهيم عقيل لما أنه هذه عطفا على اللي حكيناه بالبداية عن كيفية الوصول لها الموريد 1862 متهم أمريكيا بتمفيه التفشير السفارة الأمريكية ويمكن مشارك بموضوع الماريز أي سنة 83 كان عمره 21 سنة طيب التحق بالمقام عمره 20 سنة يمكن أكثر ب82 نحن اليوم بال2024 42 سنة وشفنا المسئوليات التي تولها يقارع الإسرائيلي والأمريكي يعني عندما نقول أن هؤلاء اليوم كيف وصلوا إليهم هم عقود من الزمن يحاولون وبالتالي عندما نتحدث عن الإنجاز هذا المسار التاريخي عقود من الزمن هذا يضرب بالإنجاز الإسرائيلي ويدرب بالإنجاز الأمريكي لأن هؤلاء سلموا الأمانة لآخرين هذا الأمر نشهد على أي حال قادة واللادة في المقاومة كما في الجيوش كما في كل شيء فبالتالي إن كان هناك إنجاز لضرب البنية المقاومة هذا الأمر غير واق أيضا تعليق على البنتاجون البنتاجون يقول هو محقع فكرة هو لا يكذب نريد لا نرى تصيد نريد اتفاق بين لبنان وإسرائيل في المرحلة الماضية كانوا يقولون نريد اتفاق ما على الحدود يأتون إلى لبنان يقول لهم حزب الله بشكل واضح أوقفوا بغزة وبعدها نتحدث نوقف الجبهة وعندها نفتح مصار اليوم يريدون تحت الضغط يريدون أمرين ما فيه إلهم ثالث أولا فصل جبهة لبنان عن غزة وهذا الأمر لن يحصل ولا حتى لبنان عن اليمن ولا حتى لبنان عن إيران لن يحصل المسألة الثانية يريدون ترتيبات أمنية جديدة بعيدة عن 1701 هذا نتنياهو يعبر عنه ترتيبات أمنية جديدة تبعت حزب الله عن الحدود وخاصة قوة الردوان من استهدف في ضاحة بيروت الجنوبية لجنة الردوان إذن هو يقول هذه معركتي مع هذه النقطة بالتالي لأنه نشوف هذا أستاذ كمال هذا له تفسير المسار الذي نسير به الآن هذا يعني بأن الإسرائيل يضغط في نقطة محددة لأنه واضح إعادة مستوطنية الشمال وأيضا قوة الردوان هي الغائق الكبير بالنسبة له وعمليات واضح على الحدود لهذه القوة وما الذي تقوم به بغض النظر لأن المقاوم هي عدة وحدات وليس فقط قوة الردوان لكن واقعا الأمور في هذا الصدد طيب هل حزب الله يمكن أن يلبي هذين الأمرين اليوم للإسرائيلي يعني لكل المراقبين والإسرائيليين والأصدقاء نحيلهم إلى خطاب السيد حسن صلى الجبسة التواصل مهما كانت ثمن وموضوع ترتيبات أمنية ما ترتيبات أمنية المقاومة لن تعطي إسرائيل ترتيبات أمنية لن كانت أضعف من هذا الوضع الذي عليه الآن في السابق ولم تعطي التزام أمني التزام أمني المقاومة هادنت هل المقاومة هذه العقائدية في ربنان لعنده مشروع لعنده رؤية ستعطي التزام من هذا النار ستقاتل حتى الموت في سؤال آخر أيضا أستاذ خليل يعني لفتني كلام مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني قال أنه إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وأن طهران ستعاقب المعتدين الذين اعتدوا على سفيرها في بيروت في لبنان عندما يتحدث مسؤولون من على منبر الأمم المتحدة كمندوبين الأمم المتحدة له وقع مختلف أو يكون تفسيراته مختلفة هل هناك أحد التفسيرات سأترك لك التفسير لن أقول لك أحد التفسيرات فضل النقطة الأولى لإلى علاقة بطموض وقوى المقاومة جميعنا يعرفون أنه في وحدة ساحات في المنطقة وفيه لكل بلد وضعية يعني واقعية إيران دولة كثير من الملفات ليس فقط ملف في الموضوع الكائن الإسرائيلي اليمن أنا بكل وضوح دولة وصحيح يعني هو جامع بين قوة المقاومة أو قوة مقاومة وبين دولة منظومة دولة يوم في رئاسة جمهورية فيه كثير من الوقائع وفيه قوة مقاومة بالمنطقة طيب موجود بالأمم المتحدة في سمنة أول ممثل المحور هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيه ثلاث مؤشرات حصلت خلال الساعات الماضية إضافة إلى الباليست اليمن أو فرض صوت اليمن تقول كالتالي أن إذا توسعت الحرب مع لبنان سيتم فتح جبهات أخرى وأنا لا أستبعد الجبهة الإيرانية يعني اليوم لن لا يمكن استبعاد الجبهة الإيرانية إذا صار في مشكلة خلل بموضوع وحدة الساحات وتكتل هذا المحور الخلل سيسيب إيران حتى في داخلها يعني سيصل إلى حدودها مثلا عام 2014 لو نجح داعش لو لم تذهب إيران يعني الحرس الثوري ووقتها كان بعد ما في الحجد الشعبي ببدايته والقوة الأمنية العراقية للوقف السادمانية في منطقة جرف النصر وفي مناطق أربيل لكانوا داعش على حدود إيران إذن في ذلك الوقت نرى البعد طيب اليوم مؤشرات لحصلتها كالتالي أولا كلام وزير الدفاع اليمن هذا كلام مدروس مبني من قيادة يعني وراء القيادة العسكرية لن نترك إخواننا في لبنان هو يضيف شيء آخر اثنين في صدربة حصلت على عين الأسد لاحظ المرحلة أخيرة مقامة العراقية ما عم تتبنى أبدا ولكن توصل للرسائل وحيانا يسقط إصابات أمريكيين ويعترفون إضافة لكلام من دوب إيران في الأمم المتحدة هو مصرح به مدير مكتب السيد علي الخامنئي عندما قال قريبا سأرد على اختيال الشهيد إسماعيل هنية قد يكون قريبا إذا هذه هي مؤشرات بما أن الإسرائيلي لعب الآن ماذا تقول هذه المؤشرات تقول هذه الأوراق أنه لن يتسمح قوى المقامة أو محور المقامة في المنطقة بأن يتم التفرد لا تقول أنه قد نكون خلال الساعات القادمة أمام تدخل عسكري إيراني أو رد إيراني إذا قد يحصل الرد في أي وقت وربما يخلط المزيد من الأوراق أنا لا أستبعد هذه المسألة كما لا أستبعد أن يغامر الإسرائيليون بقيام بضربات جوية لا أستبعد لكن لهذه الدرجة الأمور حساسة ودقيقة لاحظ السيد حسن نصر الله بخطابه بالأمس ماذا وصب بالمرحلة بالحساسة والدقيقة جدا لذلك كل حساب فيها قد يأخذ بمسار يجب أن نترقب ما الذي سيحصل في الأيام القليلة المقبلة لكن المؤكد بأنه إذا ذهبت الأمور إلى تصعيد مباشرة لن يكون مساحته لبنان طيب هذا التصعيد لمندوب إيران والمؤشرات الأخرى التي ذكرها الأستاذ خليل نصر الله هنا زميلنا منذر سليمان مع هذا بالتزامن مع هذا البنتقون يعيد حاملات الطائرات حاملات الطائرات تذهب وتأتي إلى المنطقة ربما بشكل غير مسبوق لم نشهده في السنوات الماضية على الأقل يمكن أربع مرات يرسل البنتقون حاملات طائرات إلى المنطقة الآن البنتقون يرسل حاملات طائرات إلى المنطقة مرة أخرى هل هذا مرتبط بشعور الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران قد تنفذ تهديدها بالتأكيد هذا أحد الأدلة يعني عملية الانسحاب كانت هي محاولة للقول الإسرائيلي أنه نحن سبق وأنقلنا بأنك إذا انخرط في حرب مع لبنان قد لا نتمكن من المساندة الدفاعية الفعالة التي تعتقدها رغم أننا حركنا الأساطيل وهو بالفعل لن يستطيع يعني مهما حشد من أساطيل لن يستطيع أن يمارس قدرة والصاروخ الفرد الصوتي أو المسيرات والصواريخ الإيرانية التي استطعت أيضا الاختراق وصعوبة أيضا لوجستيا أن يكون قد زرع المنظومات الدفاعية غير المتوفرة كان بحرا أو في اليابسة التي هناك قاعدة للأمريكي أيضا للتنصط والرصد والدفاع في الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بالإضافة إلى أيضا المنصات التي يمكن يضعها على القطع البحرية في المتوسط ولكن فيما يتعلق في توجيه الضربات من اليمن أو من العراق أو يمكن أن يلعب دور المنصات الأرضية المتواجدة في بعض الدول العربية وخاصة في الأردن يستطيع أجزة الإنزار تمنح للطيران الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق المسيرات تمنحه القدرة وللأمريكي بأن وربما بعض الطيران أيضا التابع من الدول العربية التابع للأمر الأمريكي قد يتدخل لمحاولة صدها هذه من الجهة ولكن من لبنان سيكون هناك صعوبة واعترفة رئيس هيئة الأركان في ذلك يجب التمييز الآن بين أن إيران كانت تنتظر التوقيت المناسب لها في الرد على الاعتداء على سيادتها واختيال ضيف شرف لها الشهيد إسماعيل هنية وبالتالي قد يكون أنه من الحسابات الإيرانية أنه حان الوقت لإظهار قوة في هذا الظرف ولكن في نفس الوقت لا يجوز أيضا أن نبعد من حسابنا التدرج في كيفية رد المقاومة في لبنان على ما جرى صحيح أنه لا شك أنه هناك بعض التساؤلات حول كيف يمكن معرفة باجتماع معين للقادة كيف يمكن معرفة حركتهم وتحركهم لماذا لا يجتمعون في مكان آمن فعلي يعني لا تستطيع حتى الطائرات والصواريخ أن تصلوا هذه أمور يجب دراستها ويجب تخفيف قدرة العدو على الوصول إلى الأهداف بهذه الطريقة التي تؤدي معنويا بالدرجة الأولى هي لن تغير في المشهد التوازن العسكري في غيره ولكن هي تحدث نوع من الإرباك المحدود تحدث أيضا نوع من هز الثقة المعنوية الكبرى وأحد المصادر القوية للمقامة هو هذا الاعتزاز وهذه الثقة الشعبية ليس فقط على مستوى لبنان على مستوى العالم العربي والعالم بقدرتها لذلك هي أيضا لم ترد يعني بعد ولديها في جعبتها ما يمكن أن ترد بالطريقة التي تجدها قبل أن تأتي المساندة من بعد يعني من اليمن رغم أن اليمن أيضا هناك حساب يعني يجب أن تجريه مع الكيان الإسرائيلي بعد ضربة الحديدة وأيضا إيران بعد الاعتداء في إيران ولكن قد تكون هذه فقط ليست إسنادا لما يجري في لبنان قد تكون هي جزء من الحساب الثنائي فقط وبالتالي مجريات الحرب في لبنان وخاصة استهداف قوات الرضوان إذا كان هذا الهدف الأساسي هو الخشية الإسرائيلية من أن تتوسع الجبهة اللبنانية إلى الجليل وإلى الجولان لذلك قبل أن تنفتح الجبهة تقديري مع إيران بشكل واسع وتتدخل الإيران أو غيرها سيكون هناك بالعكد سوريا أو جبهة الجولان والجليل هي الأساس وقدرة المقاومة على التحرك في هذه الجبهة بالمساندة مع ما ذكر يعني هم يذكرون أنه في أيضا قوات جاهزة للجولان قوات يعني فيلق الجولان أو غيره متواجد هو فيلق مشترك ليس فقط فيلق للمقاومة اللبنانية وأيضا للمقاومة السورية والمقاومة العربية هناك مشاركة واسعة في هذا الأمر لذلك مجريات المعركة تدل على أن مقابل هذا التصعيد الإسرائيلي سيكون هناك رد والرد متناسب إلى أن يصل الأمر إلى هل ستتدخل الولايات المتحدة وتنقذ الموقف وتتخذ قرار وكنت تشيري إلى مجلس الأمن قرار واضح صريح بالوقف الفوري للحرب وبالتالي عندها تقف الحرب في لبنان بالعكس إذا كانت الحرب في غزة استغرقت عاما فقد لنتحدث بالحسابات النظرية فإن الحرب في لبنان قد تستغرق أعواما وبالتالي على ماذا يراهن الإسرائيلي بالضبط على ماذا يراهن الإسرائيلي ومن خلف الأمريكي وخاصة إذا تجرأ الإسرائيلي على الدخول بريا هو يخشى من الدخول البرم المضاد ويفعل ما يشاء الآن لحلولة دونه تبرز نظرية منذر نظرية أن نتانياهو متروك حتى تأتي الإدارة الجديدة متحررة من الناخبين والأصوات واللوبيات وتستطيع أن تفرض وقفا لالحرب في غزة وربما تأثيرا في داخل إسرائيل سنرى إذا كنا قادرين على الإجابة على هذا السؤال أستاذ معمر عرابي ثلاث تفضل 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 منذر بس باختصار أي إدارة باختصار أي إدارة جديدة لن تتمكن من يعني بعد الانتخابات بقطع النظر من سيأتي لن يستطيع أن يتخذ قرارات إذن إلى ستة يناير في ستة يناير سيحتاج إلى تكوين طاقم جديد يحتاج إلى المائة يوم كلنا نتذكر كيف يقولون عن برنامج المائة يوم إذا نحن نتحدث حتى على ستة أشهر أخرى يجب أن تدخل كل هذه الأمور في الحسابات قبل أن يتحرك الأمريكي إلا إذا الأمريكي بمعنى أنه تعرض للأذى في القواعد التي تواجد فيها في المنطقة خاصة سوريا والعراق وغيرها نعم هنا أستاذ معمر الإسرائيلي يقاتل على عدة جبهات الرئيسية منها الآن الضفة غزة وجبهة لبنان تعتبر أو يعتبرون ذلك ميزة في العسكر يعني يقولون نحن نقاتل قادرون على القتال على أكثر جبهة لكن أيضا السؤال يطرح الآن ماذا تحقق على كل من هذه الجبهات ذهب إلى الضفة يقول سوف ننظف الضفة نهائيا لكن المقاومة مستمرة هناك لبنان وغزة وحتى الآن لم يحقق أي هدف من الأهداف على الجبهات الثلاث يعني بالتأكيد ما يقوم الإسرائيلي في تلك الجبهات واضح وعندما قال نتنياغو اليوم نحن سنغير الشرق الأوسط هو كان يتحدث أو ما يحلم به هذا المشروع الصهيون والكيان بتدمير المقاوم في غزة باجتثاث السكان من الضفة الغربية بشل قدرات حزب الله بتحدي وحدة الساحات ولكن أنا أعتقد كما قال نصر الله الانتصارات هي بالنقاط ما حققه المحور المقاوم على مدار السنة هو هناك انتصار بالنقاط ولكن اليوم هناك تحدي كبير مرة أخرى أنا أعيد هذا السؤال الكبير هناك تحدي كبير أمام المقاومة وأمام الجمهورية الإيرانية بعد اغتيال بعد اغتيال إسماعين هنية وبعد اغتيال فؤاد شكر وبعد اغتيال الطويل وبعد اغتيال العقيل هذا تحدي كبير للمقاومة أمام جمهور المقاومة لأن هناك كان عملية كي وعي على مدار سبعين عاما جاءت هذه المقاومة بوحدة الساحات جاءت بتوازن رضع جديد اليوم بحاجة المقاومة اللبنانية بحاجة إلى إعادة توازن الرضع مع هذا الكيان أمام جمهور المقاوم لأن المعنويات هي جزء من المعركة المعنويات هي 80% من الانتصار في المعركة اليوم بعد هذه الاختراقات المتتالية سواء في شبكة الاتصالات أو في الاغتيالات المتلاحقة في صفوف المقاومة هذا سؤال كبير يجب إعادة توازن الرضع مع الإسرائيلي ويجب تثبيت هذه النقاط التي فرضاه حزب الله من قواعد الاشتباك الجديدة والمتدحرجة والمتماثلة والعزام الأمني الذي أقامه داخل دولة الكيان وما قاب به من خلال التفوق من خلال التكنولوجي والبشر على الأرض وما جسده من وحدة الساعات اليوم المرحلة الدقيقة نحن ندرك تماما أن الحرب هي خيار صعب للجميع نحن ندرك أن هناك حسابات دقيقة للذهاب إلى الحرب المفتوحة والشامل ولكن إذا قرر الإسرائيلي الذهاب لهذا الخيار لا أمام سوى الدفاع إلا الدفاع والسهود أمام هذا المشروع ولكن أنا لا أتحدث عن مبادرة في حرب شاملة أنا أتحدث عن أهمية وضرورة إعادة توازن الرضع وإعادة توازن هذه المنظومة مع الإسرائيلي لأن هذا اللجاح الكبير الذي حققته المقاومة على مدار العام الماضي هو هذا التفوق أنا لا أقول التوازن وإنما في كثير من الأحيان كانت المقاومة تقوم بتفوق في ميزان الرضع لذلك هم يعتقدون الإسرائيلي ما قام به في بيروت خلال الثلاث أيام الماضية أنه جزء من رضع حزب الله ورضع المقاومة لذلك نحن ننتظر وبالضرورة وليس بالرغبة يجب أن يكون هناك إعادة حيبة الرضع للمقاومة وإلا ستكون يد الإسرائيلي طويلة أكثر لإعتقاده أن هناك وهذا يقودنا وهذا يقودنا نصر الله على الطريقة اللبنانية لوين واصلين يقولون اللبنانيين والفلسطين يقولون ما الذي سوف يحدث في الفترة المقبلة في نقطة مهمة وجوهرية لا علاقة بالردع صحيح جزء مما يحصل له على علاقة بإعادة بناء قواعد الاشتباك عندما نقول بناء قواعد الاشتباك لأننا قلت لقب القليل الإسرائيلي يريد أن يبعد حزب الله حزب الله لن يعطي هذه المسألة بالتالي الاشتباك سينحصر إلى مدى معين إذا لم تتفلت الأمور ضمن هذه النقطة لإعادة بناء قواعد الردع المقاومة ستفعل أكيد خطوات العلاقة بإعادة شيء من هذا الردع وهي لم تفقد الردع بالمناسبة اليوم إذا من راقب واقع الشمال المستوطنين رجعوا مثلا ما هم يبتعدون أكثر هم الإسرائيلي يعلم بأنه إذا توسعت الأمور هو يعلم بأنه سيكون هناك أيضا إخلاءات لمدايات بعيدة جدا فبالتالي نحن أمام مرحلة إعادة بناء هذه القواعد كل طرف سيحاول تحصيل مكتسبات له هذا أمر واضح جدا في عندي نقطة جوهرية أيضا لأنه صار في حكي أنه هلأ قادة من حزب الله ويجتمعون بين المدنيين بالتالي هذا الأمر يعطي مبرر لإسرائيل صحيح سمعنا هذا الأمر هم يقولون المبرر لهم طيب بسنة 2019 عرضت المقاومة مقطع مصور يبين وجود نقاط أمنية وتجسسية وكثير من المسائل في مدينة حيفا طابعة لبعض الأجهزة الإسرائيلية وبعضها في مناطق أخرى أكيد في بيتال أبيب هي تعلم بها إذا ذهبت المقامة إلى استدافع سيعتبر هذا الأمر بطبيعة الحرب من الإسرائيل مثلا سؤال أمر طبيعي عادي جدا فبالتالي عندما ذهب الإسرائيليون إلى مساء لهم يعرفون أن لديهم نقاط ضعف لذلك أنا لا أميل بأن الأمور يعني نتنياهو يريد حرب أنا أعتقد الكل يريد حرب بما فيه نتنياهو المسألة هي هذه النقطة الجوارية إعادة بناء قواعد اشتباك جديدة كل طرف يحاول وضع هذه النقاط أما إذا الأمور تفلتت وذهبنا إلى الحرب هذه مسألة أخرى لأن حساباتها ستختلف كليا حتى عن هذه المرأة طيب سيد خليل هذه اللحظة لا تذكرك بما واجهته المقاومة وحلفائها في سوريا في لحظة ما في لحظة ما الوضع كان أصعب في سوريا بعام 2015 يعني كان فيه دول استخبارات أموال جماعات داعش نصرة استقم لا تستقم كان فيه جماعات يعني كان وضع كان أخط كان فيه 400 جبهة في سوريا 400 جبهة يقاتل عليها الجيش السوري وحلفائه أنا أعطيك تقدير شبه دقيق 82% من مساحة سوريا كانت في يد الإرهابيين والأمريكيين وأتفجر هنا في الضحية وفي بيروت وكيف بدأت الأمور شؤال السيد حسن الصلاة يواش يواش بهدوء حتى مع الإسرائيلي كذلك الأمر عام 2013 بدأت تنقل بموازين القوة بدأت أن المعركة القسير كانت الشرارة الأولى وفي عام 2015 2016 أيضا كان هناك صعوبة كبيرة ووجهنا وجهتها قوى المقاومة مجتمعة في منطقة حلب وحلب هي بالمناسبة 18 ألف كيلو متر مربع أكبر من مساحة لبنان شوف الضخامة وهناك كان كل قدرات الناتو مش تركية بدل الناتو للمسلحين موضوع باعتبار هي أحد الخطوط الرئيسية في المشاريع المستقبلية ومن ذلك الحين بدأت الأمور تنقلب إلى صيف عام 2018 شكرا عندما تقريبا انتهت الأمور بسوريا وبعدها شكرا بدأ يحتضل اشتباك مع اسرائيل يعني أنا ذكرت فقط في تلك الأيام لأنه عشناها مع بعض كمال نقطة صغيرة ما ضل وقت فضل فضل منذر كمال بس نقطة صريعة تأكيدا لما تتفضلون به أن هذه الحرب الدائرة الآن وهي حرب يعني بأشكال مختلفة تعتمد بشكل أساسي على سلاح الجو يعني خاصة في لبنان وتجربة هذا العدو مع لبنان تجربة مريرة عندما لم عندما اعتمد فقط على سلاح الجو أو عندما دخل إلى لبنان لذلك مسألة أنه تحصيل بعض النجاحات التكتيكية العملاتية أو بواقع الطيران هذه لا تغير في المعادلات الحقيقية لا منعكس في اللحظة التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي في اللحظة التي ينهازم فيها منذر سليمان محلن الميادين الشؤون الأمريكية ومدير مكتب الميادين في واشنطن شكرا جزيلا لك أستاذ خليل نصر الله الكاتب وحلل السياسي أشكرك جزيلا شكر أستاذ معمر عرابي مدير عام مركز وطن للدراسات وأبحاث المستقبل أشكرك جزيلا الشكر مشاهدين سنبقى مع هذا الفيديو الذي عرضه الإعلام الحربي لحزب الله للشهيد الحاج إبراهيم عقيل نتابع الفيديو وإلى اللقاء شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك